أهلا بك ومنورين وإحنا في نجوم الفن نجوم الفن تحياتي لكل الناس في نجوم الفن وأهلا بك أنت وأماني شلطوت وأماني منورين الدنيا أولا يمكن الناس كلها كانت متابعة اللي وقعة من الأسنصير لو لاحظته كتفي خاني فحصل كسر مضاعف اللي ده يعني بس إنه حصل خداع في دبي الدكاترة مصرين محترمين جداً اللي في زهراء دبي ومصرين في زهراء دبي ولكن المشكلة إنه ابتوع الإنتاج اللي كانوا في البرنامج خلوهم يعني خبوا عني الحقيقة ولكن أنا لما قابلتهم وسجلت معاهم قالوا لي لا كسر فالمهم اتعاملت مع الموضوع بأمانة يعني إيه يعني أنا بس دي رسالة عايزة أقولها الرامز والمهيب عبدالهادي والأستاذ أشرف عبدالعيز والأستاذ محمد عبد المتعال أنا لو مش مصري ما كانش يتعامل فيي كده كان وجولي البيت وقدروني لكن فيه عدم تعديم للمصريين حتى المقدمة بتاعت رامز جلال مقدمة رخيصة وغير محترمة ولا تليق وسأقضي عليها فاللي حصل إيه التجاهل وعدم اهتمام وعدم احترام أنا رايح حوار مش عايزة أتكلم يعني في التفاصيل بتاعته الحوار تطرق لمعلب وعرفت أنه رامز مع ترطش والدنيا زي الفل وأنا من متابعين برنامج رامز وبحب أن الدنيا توبة ماشية وأنا بحب الفكاهة والمقالب ومثل هذه البرامج الساخنة وبقدر ده وبرنامج في قناة الشمس نجح جدا ومكسر الدنيا ولولا أننا نجمع رامز ما كانش يجابني فالمهم الموضوع هما لما كبروا المبلغ من 550 ألف 200 ألف يعني عرفت أنه في حاجة لما جيت نزلت مصر طبعا أنا رفضت المبلغ دي كلها لما جيت نزلت مصر التعب ومعرفش نام فكلمت الدكتور صلاح عشور فقال لي أفضل حد في العظم والكتف هو الدكتور أشرف نهاد محرم بروفوسير كبير ونائب رئيسنا للصيد اللي الدكتور أشرف قال لي أعمل رانين وتعلالي وجدنا الكسر مضاعف ومصضريف على فكرة هو قريب من كسر إمام عشور بس إمام عشور في الترقوة قريب والشناوي حتى مما قبلت الله يكون فعونه نفس الموضوع بس أنا بعيد عن الترقوة بملي مترات طبعا أنا عشان مش لعب كورة مش مستعجل والدكتور نصرحني قال لي العملية دي آخر حاجة فبعمل كل عشرة أيام أشع أنا شوف الالتقام إيه بعد ثلاث أشعات الالتقام الضريف واحتمال يعمل عمل تخيل ما حد عدت مهيب لما كان بيكلمني وده صعبان علي جدا لما كنت أعمل ليف أو بص يكلمني ويوديني الشرق ويوديني الغرب في النهاية أنت لازم كنت تحترمني وتعلقني ولازم في تعود مالي عشان أنا محبش اللف والدوران فمكتب المستشار مرتضى منصور تولى الأمر وفي بيان عيصدر وعنا يعرف من خلاله إيه اللي عايح سخي بص بالنسبة للإجراءات القانونية في بيان عيطبع بالتفاصيل إن شاء الله بإذن الله لأن احتمل نعمل قضية هنا وقضية في دبي إن شاء الله بس يعني فيها إجراءات اتخذت خاصة في المقدمة الغير محترمة لأن أنا راجل محترم وأنا مش يوتيوبر أنا عدو نقابة صحفيين نقابة إعلاميين عدو نقابة إعلاميين وبعتزب نقابتي وبحترمها وفي قناة محترمة اسمها قناة الشمس وبرنامجة بكسر الدنيا دي مقدمة رخيصة وعيب إنها تتقال يعني عارف أنت لو إدراءة قضع كان أهوا من الكلام اللي سمعته في المقدمة يعني فعلا مش عسيبه مهما حصل طب كابتن عبد الناصر للناس برضو كانت بتسأل أثناء تصوير الحلقة ولما حدث لحضرتك الإصابة عارفنا أن أنت كملت الحلقة كملت الحلقة وأنا أقول الحلقة بطلب طبيب معالج حتى قلت له يا رامز اعمل اف وعالجني وبعد كده نكمل ما كانش بيسأل ما كانش بيسأل أنا يعني كملت وأنا يعني في حلقة طبية من الظريفة يعني طب إيه حضرتك التعويض اللي أنت طلبه أو عشان يعني بص خلي ده بص خلي ده المحامي عيقوله في البيان يعني كان بس طب الأمور ده أدق مع المحاميين نعم 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 كابتن عبد الناصر يعني لو حابت تقول حاجة أخيرة أو توجه حاجة أخيرة بص أنا لازعلم من حد ولا صعبان علي من حد بشكل عاطفي ولكن زعلي عدم التعدير عدم التعدير انت جايب نجم لازم تحترمه إنسانيا لو عندي في برنامجي وحصل لك حاجة أنا مرة في قناة الشمس كان عندي ضيف مهم وحصل له هبوط قفلت الهوى وروحت مع المرتشفى نعم يعني الحاجات الإنسانية من هيتدعوا بالفلوس للأسف محدش مزعلنش بالحد ولكن خزلوني ولم يكونوا محترمين معي شكرا 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 شكرا